موسيقى مشاهدين مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من خلاصة الكلام الفقرة الرئيسية اللي هتكون موجودة معنا النهاردة زي مال برومو كان بيتزاع معنا المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور هنتكلم معاه عن الاستثمار وهنتكلم معاه عن العقار في مصر وأكيد هنتكلم عن راس الحكمة ومشروع راس الحكمة ده بالتأكيد ولكن الأول هناخد أهم الأخبار اللي احنا اخترناها النهاردة تكون موجودة معنا في خلاصة الكلام ولو هبتزي برضو أكيد هبتزي براس الحكمة والمليارات والدولارات اللي دخل على مصر النهاردة رئيس الوزراء قال ان احنا استلمنا 5 مليار دولار وبكرة هنستلم 5 مليار دولار وعلى مدار شهرين هنستلم باقي 35 مليار دولار ده غير 35% ارباح من المشروع كلام هايل وكلام خطير والناس كلها طالعة بتشكر والناس كلها مبسوطة والناس كلها فرحانة وطبيعي ان ما يكون فيه استثمار جديد في البرد لازم نفرح عشانه ولكن الناس في الشارع يهمها حاجة واحدة بس الاسعار الاسعار لما الدولار عيلي وكان طالع في السماء ومحدش عارف يجري وراء ولا يلحقوا الاسعار طبعا راحت في حتة مش مريحة بالنسبة للناس خلينا نقول كده فدلوقتي بما ان الدولار المفروض انه هو هيرجع ينضبط مرة تانية في السوق على الاقل ممكن نقول لمدة سنة ونص لمدة سنتين الدولار المفروض ان احنا نبقى متحكمين فيه ومسيطرين عليه فالناس اللي همها في الشارع ايه الاسعار الاسعار هتنزل ولا مش هتنزل احنا دلوقتي داخلين على شهر الرمضان الكريم كل سنة وحضرتكم طيبين الناس عايزة تجيب السكر الناس عايزة تجيب الشاي الناس عايزة تجيب الفراخ الناس عايزة تجيب البيض الناس عايزة تجيب السلع الاساسية اللي ما نقدرش نستغنى عنها وخاصة في شهر الرمضان فالناس عايزة تسمع الناس عايزة ترتاح هل الأسعار هترجع تهدى مرة تانية؟ الموضوع ده أكيد هياخد وقت مش فانوس تحري الأسعار هتنزل بكرة الصبح طب هتاخد وقت قدقي طب العربيات هترخص طب العقار هينزل طب السلعة والأكل هينزل والكلام ده هينزل ولا احنا عندنا دايما مقولة في مصر كده بتقول ايه؟ أصل اللي بيغلى ما بيرخصش تاني في مصر أدام غيلي واشتريتوه مش هينزل فإحنا محتاجين رقابة على الموضوع ده ومحتاجين أن الناس تهدى وأن الناس تتطمن ومحتاجين نعرف أن احنا ماشيين في الطريق الصح وهل مشروع رأس الحكمة أو أي مشاريع تانية هتتعمل هتكون كافية؟ خلاص كفاية كده؟ ولا لازم إجراءات تتاخد جنبها عشان الموضوع يمشي صح ونبتزي أن احنا نمشي في الطريق الصح أنا معي على الهاتف دلوقتي الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يا دكتور أهلا بحضرتك فانا أهلا وسهلا بحضرتك طيب نتكلم الأول عن المشروع وعن المبالغ الكبيرة جدا اللي دخلت مصر ولسه هتدخل مصر هتأثر على السوق عندنا ازاي؟ وهتأثر على سعر الدولار ازاي؟ وهل هتأثر على الأسعار في السوق ولا لا؟ اتفضل يا فانا طيب هو بداية اللي بحاجة تفضلت وقلت هو مشروع كبير جدا احنا منتكلم على شراكة استثمائية يمكن المقدم بتاعها 35 مليار دولار هيأتي المصر على دفعتين الدفعة الأولى منها جزء تحقق اللي هو 5 مليار وفيه 5 مليار دولار هيتخلوا بقى البنك المركزي المصري يبقى كده وصل لنا عشرة مع إمكانية البنك المركزي أنه يسيل دفعة قضاها 5 مليار دولار اللي هي موجودة كوديعة لدى البنك المركزي المصري ويعطي مقابلها بالجين المصري دي إلى الجانب الإماراتي بالإضافة أن خلال الشهرين هيكون عندنا الدفعة الثانية اللي هي 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار دولار هيدخلوا لخزانة البنك المركزي المصري و11 مليار وستة متأسف ستة مليار دولار برضو وديعة دولارية إماراتية موجودة لدى البنك المركزي هيتم تحويلها إلى العملة أو بالجيني المصري طيب إحنا السيولة دي هتكون كافية أو هي هتقدر تقلل الأسعار في السوق أه طبعا دليلنا على كده أنه خلال الأسبوع اللي فات احنا شوفنا من منزل الإعلان على الصفقة بدأت الدولار على مستوى السوق السود أو السوق الموازية بدأ ينخفض بشكل كبير احنا شوفناه النهاردة ممكن اتخفض حوالي 2 جنيه نتكلم في 46-47 من 46-48 هو الأسعار بتتراوح فيه السوق الموازية على هذا السعر طيب ده معناه أنه كان السعر الموجود في السوق الموازية ما كانش السعر الرسمي أو ما كانش السعر حقيقي كان يعني ناتج عن مضاربة لأنه حولنا إحنا الدولار من سلعة أو من عملة إلى سلعة إلى سلعة أيوة بالضبط وده للأسف يعني فيه دولارة حصلت كتير جدا فيه البلد خلال 6-7 الأشهر الماضية طيب هل اللي حصل ده بقى المفروض يسيطر على السوق السودة؟ بالضبط السيولة المتواجدة من داخل البنك المركب المصر النهاردة وعلى فكرة بالمناسبة هو دخل كمان النهاردة 520 مليون دولار دول عبارة عن الجزء المتوقع من صفقة الفنادق اللي تم الإعلان عنها مع وزارة قطاع الأعمال خلال الثلاث أسابيع الماضية فإحنا أيضا دخل لنا فوق الخمسة مليون حوالي 520 مليون دولار يعني دلوقتي اللي عايز يروح البنك يا فندم وعايز يحول دولارات من البنك يقدر؟ لا طبعا مش بالسهولة الحاج بتقول عليها دي لكن هو البنك المركب هيكون تعليماته واضحة وصحة ودي بدأت بالفعل أنه يتم الإفراج عن البضائع الموجودة في المواني أنه يتم حصر كل الطلبات الخاصة بعملية الاستغاد وعملية فتح الاعتمادات المستندية ويبدأ يوفى لها طلبات وفقا للأولويات يعني الأدوية الأغذية المشروبات العلف الحاجات اللي هي تكون لها أولوية ثم يبدأ بعد كده يوفى برضو للجهات التانية وفقا لضوابط معين آه ضوابط يمكن تخف أو هتقل خلال الفترة القادمة لكن مش هتتلاشى بشكل كبير لأنه المبلغ برضو اللي توافى كالسيولة دولوية 10 مليار دولار آه مبلغ جيد جدا ولكن برضو ما ذال هناك فجوة تامولية الفجوة التامولية في مصر احنا منكلم فرقم أكبر من ذلك بكثير بس على الأقل أن العشرة مليار دولار هيخلي البنك المركاب المصري يستطيع أن يتحكم جزئيا أو أكثر من كمه جزئيا بشكل كبير على السوق يعني ويبدأ يسهل إجراءات خروج البضائع وده اللي هيخلي البضاعة داخل السوق المصري تبدأ تقل سحوها تقل سحوها تدريجي لكن مش هتقل مرة واحدة آه نحن عندنا دايما مقولة كده المصرين يقولك اللي بيغلق ما بيخاصش تاني آه بالضبط دي ما قلت التجار في مصر إن اللي بيغلق ما بيخاصش تاني لكن أعتقد أن العام الماضي اللي هو عام 23 كان حالة استثنائية الزيادة فيه كانت بشكل استثنائي كان بيحدث سياسات أو زيادات في الأفعار شكل بشد يومي تقريبا على معظم السلع والخدمات ولكن النهاردة في انخفاض سعر الدولار هيكون هناك ممارسة جديدة أو انخفاض جديد بس مش بنسبة كبيرة أتوقعاتي إنها ممكن تنزل من 20 إلى 30% خلال مثلا بعد شهر نص بس إحنا مش عالين ننسي حاجة مهمة إن شهر رمضان شهر أصلا الطلب فيه زيادة على المعتاد فبالتالي فيه طلب على السلع داخل السوق بشكل كبير وبالتالي أصلا شهر رمضان دايما فيه معدل تدخم أعالي عن السوق أو عن بقية السنة من 1.5 إلى 2% فما بالك بقى لو إحنا أصلا عندنا أزمة وبتبدأ الدولة يعني بتحاول حلها يعني عايزين شوية رقبة محتاجين رقبة على السوق محتاجين حماية ومحتاجين استغلال أمثل وده مهم إدارة المال القادم للدولة المصرية نحتاج فيه إلى استخدام يعني حضرتك بطول أن الأسعار هتنزل من 20 إلى 30% على مدار من شهر لشهر ونصف ومفترض أنها بعد كده تنزل أكتر طبعا طبعا يبدأ بقى في المعتاد تنزل ولكن إحنا محتاجين دايما قلت الحلقة أن المبالغ التي تأتل للدولة المصرية لا يتم استخدامها كلها في عملية الاستغراض ولكن يكون في جزء لعملية التصنيع لأننا عندي طلب كبير على الصناعات خلال الفترة القادمة المشروعات اللي تم أو المشروع اللي تم الاتفاق عليه ذا يرأس الحكمة وممكن يكون في المستقبل بإذن الله القريب اتفاق على مشروعات جديدة كل المشروعات دي هتحتاج إنتاج أكتر من الدولة المصرية عشان نقلل فترة الاستغراض محتاج يكون عندي تخصيص لجزء من المبالغ لعملية صناعة حقيقية ويكون عندي قطاعات نسبة التصنيع المحلي فيها أو المكون السلعي المصري مئة بالمئة ما يكونش عندي معتمد على عملية استغراض خارجية لبعض المكونات السلعية تمام بشكرة جدا مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يعني المفروض يعني الواحد سمع مثلا سعر العلف نزل فالمفروض إن الدواجن سعرها ينزل إن البيت سعره ينزل إن اللحوم سعرها تنزل يعني والسلع الأساسية العيش السكر الشاي الحاجات دي المفروض أسعارها تنزل على طول بسرعة ومفروض يكون فيه رقابة عليها ورقابة كبيرة على التجار نتمنى إن شاء الله شهر رمضان يعدي بسلام وإن الناس تلاقي كل الاحتياجات اللي هي محتاجاها كل سنة وحضراتكم طيبين طيب دا كان ملف الملف اللي جاي دلوقتي عن السودان الناس كلها بتتكلم عن غزة والناس كلها متعاطة مع غزة وإحنا قلوبنا مع غزة ولكن يا جماعة اللي بيحصل في السودان برضو المنطق مش قادر يستوعبه الناس هناك تعبانة جدا الفيديوهات اللي بتنزل على السوشيال ميزيا اللي كمان بتشوفها بصعوبة يعني انت بيديوهات غزة بتقابلها في كل ما بين كل بيديو وفيديو في بيديو لغزة وعن أطفال غزة وعن ستات غزة السودان لأ ما بتلاقيش الفيديوهات دي احنا بندور عليها كم التعدي اللي بيحصل على الأهالي هناك مش طبيعي البنات بتختصب الأطفال بتتشرد الأهالي تشردت السودان فيها كارثة النهاردة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وصل لزيارة رسمية وزيارة مهمة جدا لمصر في ظل ان الجيش السوداني بيحاول ان هو يسيطر وفيه معارك وكمان الناحية التانية طبعا مبهدلين الدنيا خالص قوات الدعم ماشيين ان هم طبعا اللي عاملينه في الناس ده غير طبيعي طيب ما حدش بيكلم العالم تاكد ما حدش بيكلم عن سودان خالص يعني حتى الإعلام الغربي بيكلم عن قضية فلسطين وبيكلم عن إسرائيل وما حدش بيجيب سرط السودان نهائي يا جماعة الناس دي مهمة جدا الناس دي على حدودنا طبعا احنا كمصر احنا مهتمين بالشأن السوداني جدا ونتمنى لهم ان هم يستقروا في أسرع وقت طيب نتطمن على السودان معاي دلوقتي الدكتورة أماني طويل الخبيرة بالشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يا دكتور أهلا وسهلا أهلا بك يا أميرة أول مشاهدة طمينينا إيه اللي بيحصل في السودان دلوقتي والوضع وصل هناك لحد فين وهل فيه أمل للحل ولا لأ الحقيقة الوضع مش مطمئن يعني فيه طول الوقت على يعني أنا بقدر أوصل طبعا لطبيعة الأخبار الميدانية في كافة المناطق السودانية عبر أصدقاء وعبر وسائل إعلام المواطن اللي هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجروبات وكده فدايما بيبقى فيه هجمات من قوات الدعم السريع على القرى فيه عمليات نهم ومنظم فيه عمليات اختصاب نساء الشباب اللي على الأرض عامدين جروبات بيعلموا بهذه المقاسي فيه مجموعة اسمها محامي التوارئ بيوسقوا هذه الانتهكات فيه طبعا هذه الحالة من الهلع والفزع اللي بيتسببها الهجمات بتسبب نزوح للسكان من مكان لآخر يعني كما ينزح السكان في غزة أخواتنا في غزة من مكان إلى آخر أيضا ينزح السودانيين من مكان إلى آخر واللي بينجح يخش مصر أو تشاد أو جنوب السودان بيبقى ده يعني هدف كبير أو ده حاجة بالنسبة له عظيمة إنه يعيش في مكان على الأقل آمن أنا معاكي طبعا من الإعلام الغربي والدوار الدبلوماسية الغربية كمان دلوقتي مش مهتمة بالسودان حتى السفير الأمريكي مؤخرا يعني انتهت مهام عمله في السودان عمل خطاب زي إبراء ظمة كده إحنا عملنا وخلينا وشوينا لكن كل ده لم يصل إلى نتيجة هي النتيجة مرتبطة بإرادة الفاعلين المحليين يعني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مين بيدعم قوات الدعم السريع؟ مين بيدعمهم؟ أطراف إقليمية طيب الدلالة السياسية للزيارة اللي حصلت النهاردة هل ممكن توصل لحاجة؟ هل ممكن يكون فيه حل قريبا؟ يعني الأهداف من زيارة النهاردة؟ الحياة معروف إذا كان فيه حل قريبا ولا لا لكن زيارة النهاردة تقلل بيانة الصادر عن الرئاسة تناولة الأزمة فيما تعلق بإمكانات حلها طبعا فيه جهود إقليمية ودولية سابقة في الممبر الجاد ده وفي الممبر الإيجاد كمان البرهان كان في ليبيا من كان يوم النهاردة حمدت في ليبيا الحقيقة الموقف ده عمل اتباس شديد حول موقف حكومة ترابلس من الصراع هل تتدخل لتقريب وجهة النظر؟ هل تتعاون مع القاهرة أو لا تتعاون مع القاهرة؟ يعني العلاقات بين القاهرة وحكومة ترابلس مش على أفضل حاجة ففيه التباس فيه نوع من أنواع الضبابية فيما تعلق بالحل التفاودي في السودان طيب دكتور أماني الطويل خبير مشؤون الأفريقية مركز الأهرام للبراسات السياسية والأستراتيجية بشكرة جدا يعني الوضع في السودان يا جماعة لو بتخشوا وتشوفوا الفيديوهات مرعب مرعب معنى كلمة مرعب البنات بتختصب للنهار زي ما يكون ده هدف عندهم ده هدف عندهم الموضوع هناك كبير جدا الناس اتشردت الناس مش لقيا مكان تروحه ومع ذلك العالم مغمي عنه وكأنه مش شايف حاجة كأنه مش شايف إيه اللي بيحصل هناك طيب انت عندك مثلا اللي بيحصل في غزة طيب دول الإسرائيليين بيضربوا الصهينا بيضربوا إنما اللي بيحصل في السودان ده انت ناس ناس اللي جنبك اللي بتعمل في الناس منك اللي بتعمل فيك كده فاللي بيحصل كبير ومرعب وقاسي وحزين والإعلام العالمي والإعلام الغربي كان مش شايف حاجة حتى إحنا هنا أنا باستغرب السوشيال ميديا إحنا حتى فيديوهاتهم يعني ما بتوصلش صوتهم حتى ما بيوصلش فربنا يكون فعونهم يا رب طيب أنا كنت إحنا هنطلع فاصل مفروض بس أنا كنت عايزة أخذ موضوع الأوبر دلوقتي يا جماعة أخذوا دلوقتي أو بعد الفاصل طيب هنطلع فاصل وعايزة أتكلم عن حبيبة وإيه الأوبر وإيه اللي حصل وهنتكلم عنه من زاوية مختلفة ولكن بعد الفاصل استنونا لسا مكملين معاكم في خلاصة الكلام وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل عايزة أتكلم في موضوع حبيبة وسواء الأوبر طبعا الموضوع يعني قتلة بحسن وكل البرامج تكلمت عنه والسوشيال ميديا اللي حصل مع حبيبة في الأوبر وارد إنه هو يحصل بس هو الموقف كبير جدا دلوقتي إنه بنت أنا بس عايزة أعلق على كذا حاجة تقالت إنه بنت رجبة أوبر خارجة بيه من مدينتي على طريق السويس فالبنت فتحت باب الأوبر ورمت نفسها في الشارع على طريق السويس يعني أكيد البنت دي شافت حاجة مش طبيعية هي عمرها ما هتعمل كده في نفسها غير لو شافت حاجة مش طبيعية البنت دلوقتي لسه ما فقتش ربنا يا رب يعينها ويقومها بالسلامة لأهلها ويصبر أهلها بيتقال إيه أو سواء الأوبر نفسه بيقول إيه نوع رش برفان فهي خافت وقلقت فقامت فتحة العربية ونزل ورمت نفسها وهو لو كان ناوي يخطفها فعلا لأنها البنت الرجل اللي أنقذها على طريق السويس هي ما قلت لهش غير ثلاث كلمات بس قالت له الأوبر هيخطف أو كان هيخطف فقام يقول أنا رشية البرفيم فهي تخضت ففتحت الباب ورمت نفسها ولو أنا كنت ناوي أخطفها ما كنت قفلت الـ هو مش طبي وأنه حاجة طبيعية هو يرش البرفيم هو مش طبيعي أن أنت ترش البرفيم مش طبيعي خالص وما حبكتش ترش البرفيم وإنت ماشي في الطريق يعني بس الناس اللي بتطلع تبرر على السوشيال ميديا هو ما حبكش يرش البرفيم وهو على طريق السويس فمطلع بقى البرفيم بيرش في العربية يعني مش طبيعي حاجة مش طبيعية إن أنا ماشي على طريق سريع المفروض إن أنا بقى مركز قدامي وفي واحدة ورا رجبة معي لا تعرفني ولا أنا أعرفها بس أنا بقى الطبيعي أنا الطبيعي بتاعي كده أنا راجل برش البرفيم طول ما أنا طول ما أنا ماشي حاجة مش طبيعية أصلي ريحة السجاير قد قبل ما تركب العميل معاك أو العميلة معاك بقى ودي ريحة السجاير لكن إنت استنيت بالبنت لما طلعت بيها من باوة مادانسي وماشيين على طريق السويس وبعدين بقى خلاص طقت في دماغك بترش البرفيم في العربية هل ده طبيعي لا مش طبيعي والبنت أكيد ما رامتش نفسها ما رامتش نفسها على طريق السويس وغير البنت حاست بخوف وروع بحقي ومش طبيعي أن انت برضو تبقى لم شغل أغاني ومعالي الصوت ولم شغل ماتش ومعالي الصوت ده مش طبيعي برضو والفكر هنا فيه الناس كلها تكلمت عن الموضوع وناس كلها متعاطفة مع البنت وهرجع وأقول مليون ألف مرة وهحط تحتها مليون ألف خط مش طبيعي أنه هو يرش بيرفيم في العربية انت يعني ده مش طبيعي بس برضو هرجع وأقول عايزة ناخد زاوية تانية خالص النهاردة أوبر كريم فيه مليون أبليكيشن دلوقتي كمان تانيين نازلين على الموبايلات كلها ومين الرقيب عليهم فين الرقابة عليهم يعني أنا 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 ما معرفش مين الناس دي لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي أوبر لو وقف في لجنة هو مش صح الزابط هياخد ياخد رخصته عشان كده دايما يقول يقول لأيما أنا دي عربية ملاكي وانا استوائل مع حضرتك ياما معلش لو راجل اللي قاعد يقول له معلش سألعود جامل ففينا الرقابة على الكلام ده يا جماعة يعني دلوقتي إحنا أنا كأم الأمهات اللي بيتفرجوا علي هنقلق الأم دلوقتي أي أم دلوقتي هتترعب تركب بنتها أوبر رعب لأن وارد يحصل وارد جدا يحصل فالناس تخلي بالها طيب أنا معايا دلوقتي المحامية مها أبو بكر يا أستاذة مها زيك يا أميرة عاملة إيه يا حسنة؟ عاملة إيه؟ الحمد لله أكيد عايزة تعلقي على اللي حصل أنا متأكدة أكيد يعني أولا طبعا قلبي مع حبيبة وممت حبيبة ومع أهلها ومع كل أم الحقيقة يعني بتبقى دايما بنتها من يؤمن من أول ما بتخرج من الباب لحد ما ترجع لها يحط إداء على قلبها في الحقيقة لما نتعرض لحادثة من النوع ده مش بس أي أم يعني حتى أي بنت أي ستة هتركب أي وصيلة مواصلات بالشكل ده ومفيش طريقة آمنة تبقى عارفة إن هي هترجع يعني آمنة منها دي الحقيقة حاجة مرعبة طيب إحنا بقى نخلي بالنا دلوقتي بنات ما تركبش يعني أي واحدة أتفكر كده إن كان من أهم التفاصيل في الوسائل الانتقالي الحديثة دي لو يعني لو جاء التعبير إن إحنا معنا الأبليكيشن وإن إحنا بنبعثين طريقة يعني خط السير وإن معنا رقم وبيانات السير وكل حاجة وده كان في البداية بعد كده سمعنا عن حوادث كثير وليه علاقة بالتحرش وليه علاقة بالخافة وليه علاقة حاجات بالشكل ده ومع ذلك ساعة ما سمعنا عندها برضو ما تحطش رابط ولا ظابط في الحقيقة يعني خليني أقولك إنه هذا الصائق بإذن الله يعني يتفوق حبيبة إن شاء الله هل طبيعي معلش عشان بس للناس اللي بتطلع تقول أصلا هو كان بيروش بيرفيم ما فيش حاجة يعني عادي وده عادي؟ لا طبعا مش طبيعي هو مش طبيعي حتى في حدود اللياقة والأدب هو مش بالكلم بشكل قانوني هو في حدود اللياقة والأدب ما ينفعش أولا يروش بيرفيم ما ينفعش يعمل لك بتاع الشبابيك عليها كمان يعني لا طبعا هو ده مش منطقي خالص مش طبيعي إن هو يشغل أغاني أو يعلي الصوت ومامتك يسمعها على التليفون وهيتلا أنا مش عارفة أسمعك لأنه هو مش شغل الأغاني وقعت له فمحت وصي شوية أنا بس عايزة أتأكد من حضرتك في حاجة واحدة بس بضالي هنا عندنا في مصر مفيش رقابة على الشركات ذي بس الله ينرى عليك بس هو ده اللي أنا عايزة أعرفه أيوة إحنا أولا ما عندناش رقابة ثانيا ما عندناش تفاصيل يا علاقة برقابة بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا بقدر أشوف الرحلة عبر الجوجل مثلا لكن ما أقدرش أشوف جوجة العربية فيه إيه؟ فهماني؟ يعني مثلا حاجة بالشكل ده لابد إن يكون فيه تدخل أنا بتكلم إن أنا ككيان أقدر إن أنا عارفة السواء ده مين عارفة هو مش عندوش ثوابق قبل كده ولا لأ متأكد أنه هو ينفع معمول له تحديل المخدرات ولا لأ يعني فيه حاجات كتير قوي عشان يقدر يبقى مؤهل إن هو يقوم بشغل زي ده أنا عندي رقابة على الناس دي أنا عندي رقابة عليهم وأوبر يعني ما فيش يعني خلينا وحد يعرف مقر أوبر في مصر فين مثلا؟ لا بالضبط الله ينرى إحنا ما نعرفش أصلا فيه رقابة ولا لأ ما نعرفش فين مقرهم ما نعرفش عنهم حاجة أو أبليكيشن موجودة على الموبايل أنا ما عرفش مقر الناس دي فين أساس بالضبط حتى لما بيكون عندي شكوى بيكون عبر الأبليكيشن مش في أي مكان تاني مرتدوش روحة قبل حد وجه اللي وجه أنا الحد ما ده يحصل لحد ما أنا يبقى عندي رقابة على الأبليكيشن دي أو لحد ما أبليكيشن جديد يطلع أنا أكون عندي رقابة عليه أو يكون مضمون أنا أركب بنتي غير كده أنا أركب بنتي ليه بالضبط من مدينتي طيس ويس تمشي لوحدها مع واحد لا هو يعرفها ولا يتعرفها صحيح فأو مش ضم لأي ممكن خطر 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 لا لا خطر وخطر كبير جدا وأنا متفقى معك في ذا تماما كمان بطالب الحقيقة مجلس النواب أنه لابد يكون فيه تشريع واضح فيما يتعلق بهذا الأمر الحقيقة طبعا أنه رايس مشكورا تحدث إلى أسرة الفتاة أكثر من مرة وقال إن هو ضعيمها وأي حاجة يمحتاجها صبعا وضع منطق الأب طبعا طبعا أكيد فإحنا قلبينا معاها لكن إحنا كمان محتاجين مجلس النواب بجد يتحرك وبسرعة لإزدار تشريع لضبط هذا الأمر حقيقة يعني والحد ما دا يحصل أنا متفقى معك تماما يا أميرة أن كلنا مش بس بنتي ولا أختي ولا أمي كلنا بلا استثناء نقطع زي الشركات لعدم الأمان لأن هم كمان مخدوش موخف يبقى أنا أرجع أتعامل معهم تاني ليه ما أنت كشركة ما أخدتش موقف أنا كعميل أتعامل معك تاني ليه أنا متعملش معك تاني لأن حصل موقف أنت ما عملتش حاجة صحيح هم طلعوا بيانة رقيق من كم ركيق آه ركيق جدا من كم ركيق يعني من كم يوم يعني أن هم حتى لو اتصلوا بأهل البنت ولا راحوا شافوها ولا هي حاجة خاصة أيوة محمية مها أبو بكر أنا بشكورت جدا على المداخلة بصوا شوفوا شركة هي حصلت هي قدامنا حصلت حادثة الشركة عملت حاجة ما عملتش حاجة خالص يبقى أنا كعميل أخيات أتعامل معها تاني ده غير بقى كمان نهيك حط على ناحية تانية أسعارهم بقت في السماء بقوا غاليين جدا طب أنتو ناس غالية عشان المفروض أنتو بتقدموا لي خدمة أنتو غاليين جدا يبقى هتقدموا لي خدمة محترمة هي دي الخدمة إيه اللي يحصل؟ وارد يحصل حادثة؟ وارد يحصل حادثة بس اللي مش وارد أن ما يكونش فيه رد فعل حاسم من الشركة ده اللي مش وارد فلما يكون فيه رد فعل حاسم من الشركة أبتدي أفكر أن أنا أتعامل معاها مرة تانية لكن يحصل كده وما فيش أي رد فعل خالص وكأن ما فيش حاجة حصلت وعاملين نفسهم مش من هنا لا يبقى هنا فيه أن أنا ما أتعاملش مع الناس دي تاني البنات تخلي بالكم على نفسكم ما تبقيش لا في مدينتي ولا هتاخذي طريق سفر ولا طريق السويس وتركبي تركبي مع حد ما تعرفيوش ولا هو يعرفك وخاصة ما فيش رقابة فالأهالي تخلي بالها ربنا يحفظكم إن شاء الله ده كان ملف وده كان ملف مهم جدا أنا بس كنت عايزة أنور حتة أنه يا جماعة وما فيش رقابة فأنا بتعامل معهم ليه وحصلت حادثة هو بالفعل وما فيش رد فعل من الشركة يبقى تعامل معهم تاني ليه؟ تعاملش معهم تاني نهائي طيب أخيراً بقى عندنا منصة سياحية إحنا دايماً كنا بالنادي وبنقول إحنا عايزين يبقى عندنا منصة سياحية بتتكلم مع العالم كله برا بتروج للسياح عندنا وبتقول للناس برا والله إحنا عندنا كذا وكذا وكذا وخاصة إن إحنا السياحة دي من أكبر الكنوز اللي موجودة عندنا في مصر فالمفروض إنه يكون فيه منصة بتعرف تتعامل مع الناس برا وتعرف تسوق للسياحة في مصر بشكل كبير جداً اللي حصل إنه بقى فيه فعلاً منصة سياحية وتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي دولي حضروا كبار الإعلاميين والشخصيات العامة برعاية جامعة الدول العربية ووزارة السياحة والأثار ده طبعاً حاجة جميلة جداً وحاجة رائعة جداً نتمنى إنها تكمل بشكل مشرف ونتمنى إن المنصة دي فعلاً تعبر عن السياحة في مصر هنروح نشوف التقرير ده وهنرجع مرة تانية عندنا كمان زي ما قلت لكم المهندس أحمد صبور في الفقرة معنا النهاردة هنتكلم عن الاستثمار العقاري في مصر بشكل كبير استنونا إيه واتروحوا في أي حتة بعد الفاصل هي ميوز يعني الإلهام والإبداع بكل اللغات الأديمة اللاتينية والعربية والهيلوغروفية وكله وهي كاتل مصغر بتاع اسم سيدنا موسى فميوز دي بركة لأن لما تجلى رب الخلق العالمين على العالم لأول مرة في التاريخ تجلى في صحراء سيناء واللي سيدنا موسى فسيدنا موسى اسم جميل للتاريخ المصري وهو مصري قلت ربط مصر فميوز إن شاء الله تطلع من مصري للعالم كله لا هدف كبير قوي إنها مش بتجيب السياحة الغنية لا بتجيب كل أنواع السياحة بتخلي مصر وتخلي العالم كله تحت أطراف أصابعك المنصة دي هتوفر فرص عمل كبيرة لقطاع كبير جدا من الشباب هتوفر حاجات كتيرة جدا من العملة الصعبة اللي كنا بنتلعها لمنصات أوروبية وحاجات كده ودي هتشجع إن يبقى فيه تطبيقات وفيه منصات وفيه حاجات متنوعة مصرية اللي إحنا بنبحث عنها واللي إحنا الفترة اللي فاتت بحثنا عن كل ما هو مصري كل حاجة صناعة مصرية بدأنا نشجعها سواء في الأكل في الشرب في الملابس في الحاجات ديه إن إحنا نفسنا إن إحنا معظم حاجاتنا تكون موجودة حاجات مصرية مشروع واعد وكان ناقص وجوده في السوق المصري ولا شك إن هو خطوة خطوة يعني أنا بعتبرها فيها جرأة وفيها صحيح مفاش ريسك إن شاء الله لأن مصر عموماً بوسط المنطقة الشرق الأوسط هي قدرة بالشرق الأوسط أكتر من أي شركات خارجية وبالتالي إن شاء الله بإذن الله هيكون مشروع له تأثيره على الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت عملة صعبة هتخش لك وإنت لو ابتريدت بيع من هنا العمر بيختلف هتنافس شركات عالمية ممكن تكون أقل منهم سعراً وإنت بتخاطب من داخل الشرق الأوسط وإن شاء الله بإذن الله أنا عندي تفاول كبير جداً بهذا المشروع هنستفيد زيادة الطلب السياحي على مصر زيادة حركة المستهلكين والمتعاملين مع منصة مصرية خرجت من مصر للسفر in coming or outgoing أيضاً إن إيه اللي حيميزها دين منصة عن غيرها transparency وزيادة تحفيز عوامل الطلب على السياحة لأن إنت ما بتخش على أي منصة بتشوف الـ reviews الـ reviews دي شو تبي transparent بيقولك وصف دقيق حقيقي لكل المعوقات والإيجابيات اللي واجهتها في الخدمة المقدمة سواء transportation نالي جوي trains whatever ships accommodations والأوتلات أو أي خدمة قدمت للسياحة current أو غيره من الخدمات هي عبارة عن منصة للحجوزات السياحية متكاملة عربية مصرية عربية دولية خلاص؟ طيب الحجوزات المتكاملة أيوة زي المنصات الكتير العالمية اللي موجودة لتمنها وسط المليارات وبدأت بحلم بدأت قابلينا صحيح بس النهاردة هو تمانهم مليارات إحدى المنصات وصل تمانها ل700 مليار دولار ميزة المنصة بكل الوكلاء السفر الوسطاء وسطاء السفر في المنصات الخارجية الأوروبية لما أنت عايز تحجز في الفندو عن أنت مصر بتحجز في الفندو مصري العمولة بتتاخد تترحل برا بأي حق أنه هو واحد ياخد عمولة مني أنا وإنت وياخدها لنفسه بطمان اشتغل منصة وطنية وبنعمل نسبة ريت رأيه الليلة جداً وبنعمل العملة الوطنية وعملة المصرية هي التي تشتغلها اشتغل منصة وطنية وبنعمل نسبة ريت رأيه الليلة جداً تجاناً لكم مرة تانية منورني في الستوديو المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور عايزين نتكلم على السوق العقاري في مصر دلوقتي وأكيد هنتكلم عن راس الحكمة بشكل كبير وهنتكلم عن أي حاجة تخص العقار والاستثمار العقاري في مصر منورني يا بشمانس أهلاً بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب بحضرتك طيب رمضان كريم رمضان كريم طيب هبتدي كلامي بأن إحنا عندنا مطورين عقاريين في مصر تاريخ موجودين على الأرض بشكل كبير جداً نكحين جداً 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 الفترة الأخيرة وبعد الغلاء الأسعار والنطات اللي حصلت الكبيرة جداً في الأسعار هل ده خلق مشكلة عند المطور العقاري أنا هبني إزاي إذا كان أنا النهار ده بعت على أساس إن أنا هبني بكذا لقيت بكرة تاني يوم على طول ده كذا ده بقى في حتة تانية خالص فأنا هبني بنيني فهل المطور العقاري في مصر مقابل المشكلة دي دلوقتي ولو مقابلها إيه الحل بتاعها طيب خليناً نبتدي أولاً إن مهنة التطوير العقاري مهنة محترمة مغرية للي بيشتغلها تمام ذاتة جدوة رائعة للي بيشتغلها تمام بس أي مهنة في الدنيا بتطلع وبتنزل عشان يعني نبقوا متطفقين وخاليني أخدها أقدم شوية يعني بصفتي راجل عجوز كتير قوي عنك لكن أرجع الورى سنين أطول شوية من المشكلة الأخيرانية اللي حياتك تتكلمي فيها وحياتك محقة وهي مهمة جداً أنا ابتديت في المهنة دي سنة 89 يعني تقريباً قربنا على 40 سنة أقل شوية في خلال هنقول تقريباً 35 سنة حصل أكتر من سبع أزمات حقيقية هقول اتنين أو تلاتة منهم عشان ما نضيعش وقت البرنامج في أننا نعدده 98 حصلت أزمة كبيرة قوي في جنوب شرق أسيا وقصرت جداً علينا 2008 حصل أزمة كبيرة في أمريكا بتاعت الأوراق المالية أصرت جداً علينا 2011 حصل صورتين إلى آخره فلو جينا نقول في 35 سنة تقريباً حصل سبع أزمات تقريباً برضو يبقى فيه أزمة بتحصل كل خمس سنين طيب المطورين اللي عمرهم في السوق حوالي 30 سنة كبروا على صغروا كبروا جداً يبقى خلينا نتفق أن لما بتحصل أزمات هي ما بتخلص على المطور لكن هي مشكلة بتحصل المطور اللي دارس أموره كويس ويعني فاهم هو بيعمل إيه كويس بيعرف يتعامل مع المشكلة في فترة المشكلة أربحه بتقل أو بتنتفي مش مهم؟ ما نكسبت السنة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها ممكن يعوض في المشروع جاي أو مشروع بعد أو كذلك وهعوض في اللي جاي فطبعاً بيحصل مشاكل لكن هل نقف جنب المشاكل ونعيط؟ لا مر نعيطش لأن حقيقة لو بصيتي على أي مطور وفعلاً بلد مليانة متورين عظماء وأنا بقول دي من ميزات مصر إن الحقيقة المهنة دي بدأت ونضجت في الأربعين سنة اللي فاتوا فبقى المطورين النهاردة اللي تعلموا المهنة كويس الحقيقة أسادزة ويدرسوا المهنة دي اللي حتت كثيرة جداً في العالم فطلعت مصطفى كبريت جداً صودت كبريت جداً بالمهيلز كبريت دي مسموحة والأسماء طبعاً بالمهيلز كبريت جداً وغيرهم شركات محترمة كبرت في ظل شافت كم أزمات ما لهاش أول ولا آخر طيب حصل تعويم وأصر بس مش هو الوحيد التعويم ده كان نمرة ثلاثة في ثلاث حاجات وربعة أولاً حصلت كورونا ثم حصل الحرب تأتي روسيا أيو والتعويم هم تلاث حاجات تقريباً في نفس واحد يعني بينهم مسافات مش طويلة هم ف بترهق المطور أيوة بترهق المطور المطورين هيكسبوا إيه رحياتك ميزانيات الشركات السنالية ايوة بالذات المقايدة في الفورصة تاني هقول بالصدفة نفس الأسماء زي طلعت مصطفى وزي صودتك وزي بول ميلز مثلاً لها مقايدة فالمعلنة الميزانية تماماً ميزانيات محترمة جداً هم فمشكلة أيوة وابنا تعمل معاها الأسعار أسعار العقار ارتفعت بشكل كبير جداً الناس مش قادرة تستوعب الأرقام اللي هي بتبقيت تسمعها يعني شاب عايز يتجاوز يلاقي الشقة في حدود 3 و 4 و 5 مليون الناس مش قادرة تستوعب الأسعار دي ولكن خلينا نقول إن هي دي الأسعار اللي بقت موجودة دلوقتي شايف الحتة دي إزاي أو شايف إن ده بقى الطبيعي ولا ليه علاج ولا شايف إنه ده عندك أبو خمسة بس عندك أبو أماك معنى أنا مش شايفة أبو حاجة تانية ده يعني أنا شايفة مستوى الأسعار دلوقتي الرينج اللي إحنا بنتكلم فيه بادي من حتة عالية قوي بالنسبة للشباب أقول لها حضرت بس إجابة سنة هاخد راحتي فيها شوية طيب هكمل على السؤال اللي فات إن أولاً لما حصل تعويم بس عشان ما نقولش إن التعويم أزمة تعويم أنا مع التعويم والتعويم كان لابد منه عشان أبص على اقتصاد عام ومصلحة عامة حضرتك مع التعويم شايفة أن التعويم ده كتخطوة صحي شايفة كتخطوة صحي ليه لأن ما قدرش يبقى سعري سعر الجنيه غير صادق أو غير حقيقي ده يضر عشر حاجات في الاقتصاد العام فلازم أبقى وقاية مع نفسي كدولة يعني ويجب أن يتم التعويم وأتوقع أو أتمنى أن يحصل تعويم تاني تاني طبعاً عايز تعويم تاني يحصل لازم عشان نبقى صادقين في ناس كتير ممكن تتدايق منك على فكرة في الكلام ده طب أنت عايزاني يتكلم بصدق أو عايزاني أبقى مجامل عايزاني تقول حضرتك شايفه بالضبط يعني حضرتك مع تعويم كمان كمان تعويم 100% لحد ما يبقى أولاً لازم يحصل تعويم لحد ما يبقى ما فيش سوق سودة هو النهاردة السعر 30% ولا 60% أنا لسا كتاعي صارك عن السوق السودة هو سعر الجنيه ما يحصل على السودة إزاي؟ أنا مش 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 لا أدير سياسة نائدية أنا متأكد من السيد محافظ في بنك المركزي اللي أنا باحترمه جداً على فكرة أيوه وأعرفه من زمان من قبل ما يبقى محافظ فأنا عارف أخلاقياته وعارف قدراته إلى آخره إيه قدراته؟ لا بيفهم كويس جداً جداً ويعني محترف تماماً في مهنته تماماً بص حياتك على البنك اللي مسكو بص البنك العربي الأفريقي هو مسكو أخدو فين؟ وسابو فين؟ أيوه لا يعني ما حدش يقدر يتكلم مع الدكتور حسن إلا بكل الخير لك فأولاً أنا مع التعويم وبقول إن لما حصل تعويم أثر تأثير كبير في التكلفة اللي وقعت على المطورة تماماً الحديد غلي والأسمنت غلي والكابلات الكهرباء غليت إلى آخره كل حاجة أنا بأخذ الحاجات بالذات الغليت قوي كويس؟ وأحياناً الناس يقولوا إيه؟ طب هي هو غلي ليه؟ برضو مهم نوضح للمشاهد الحديد بالزبط ده الحديد بيتصنع في مصر عند عز وفي الدخيلة وإلى آخره وأبو هاشيمة أنسوها لا هو هيغلى لأن المصنع في مصر لكن المدخلات اللي بتخش فيه صناعة الحديد جاية من بر فبرضو برضو تغير سعر الجنيه قدام الدولار أثر عليه إذن في خلال السنة اللي فاتت تأثير التعويم وتأثير التلاتة اللي قولها مش حاوضة عيد فيها بقى لكن تعويم ونقص الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية غلت تكلفة على المطورين في حدود 80% في سنة يبقى أنا كنت هبنيلك فيلتك حضرتك هتكلفني مثلا أي أرقام للفاكرة مش أرقام حقيقية مليون جنيه بات هتكلفني مليون وثمانمائية ده تكلفة إنشاء الفيلا بس أيو إذن طبيقات الأسعار لازم تزيد تزيد عظيم طيب الأسعار زادت هل هي في متناول اليد ولا مش في متناول اليد هل يعني برضو نتفق على مبدأ تاني خدي سعر أي حاجة في مصر وقارنيها بسعر عالمي برا مصر وما قصودش عالمي ما قصودش الدول العظمة ما قصودش أمريكا واللي زي أمريكا وإنجلترا وهو إلى آخر ولكن نحاول نقرب شوية لمصر الدول المشابهة لمصر ممكن نفكر في المغرب ممكن نفكر في تركيا ممكن وهكذا اليونان هتلاقي أي وحدة في مصر المثيلة لها في أي دولة من الدول دي على الأقل مرتين ونص دقيقة في سعرها في مصر آه حتى في منطقة زي التجمع والخامس أو الساحل اللي يقولك ده الأرض هنا وهنا لو اشتريت ده غالية جداً ده أنا كنت اشتريت برا والكلام اللي احنا بنسمعه اللي بيبقى متداول جداً ده حقيق كويس فهنلاقي دايماً المثيل أو المماثل لهذا المنتج في الدول اللي شبهنا أغلى مننا بكتير طيب تتحل إزاي؟ تتحل إزاي؟ تتحل إزاي؟ الأمل كل الأمل في التمويل العقاري آه لأن الوحدات في الدولة الأخرى أغلى لكن عندهم تمويل عقاري صحي ومنتظم بمعنى إيه صحي بقى بيعملوها إزاي؟ هقول لها أضرح يعني إلا مختلف إحنا ما بنعملهش عندنا هنا في التمويل العقاري هاخد بند واحد وهو اللي أنا بقوا نادي به بقالي شوية وما زلت بقوا نادي به كويس إن أنا عندك في البرنامج عشان يعني إيه أتسمعك إحنا في مصر لا نمول ما بنعملش تمويل العقاري إلا لوحدة هستعمل اللفظ الفني الحقيقي اسمها تامة الصنعة يعني إيه تامة الصنعة؟ تبي لا أنا معايك طبش يعني إيه تامة الصنعة؟ تبقى مبنية والوجهة متشطبة مش مهمة من جوة تبقى متشطبة وبفترض إن هي في كومباون تبقى المرافق وصلة والطرق مرصوفة والرصيف موجود ويعني مش نقص غير الشجرة والوردة أي كويس إذن حضرتك جاية تشتري مني وحدة هتشتريها بعد ما المشروع يخلص مش كان أحسن تشتريها من ثلاث سنين وهي أرخص فأنت تحرمتي حضرتك تحرمتي إنك تشتريها من ثلاث سنين وهي لسه أرخص لأن لن تمنحي تمويل عقاري إلا مع انتهاء الوحدة وأنا كمطور ده كتفني لأن أنا كنت محتاجة إنك تشتريها بدريه ما استناش للآخر طبعا فالحل في التمويل العقاري ده بند من البنود ده بند مؤمن؟ أنا رأي إنه أخطر بند طبعا إن إذا سمح وهو مش ممنوع هو ما فيش قانون ولا قرار منعه هو نوع من التحفز عند البنوك لأسباب التحفز ده بدأ بفكر ما صح وقتها في سنة برضو اللي أنا شاورت عليها سنة 2008 لما حصلت مشكلة أمريكا الدكتور فاروق العودة الرجل العظيم 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 كان شايف إن في الظروف ديه بزروف مصر وقتها محتاج إن أنا ما تطلعش الفلوس بالشكل ده لتمويل عقاري لزروف البلد وقتها اللي مش هنخش فيها دلوقتي تمام فكان قرار صح جدا وقتها وبحترمه عليه لأنه أنقذ بنوك مصر حقيقة بقرار ده عمل حماية لبنوك مصر أنا هتقع في مطاب تمام لكن في نفس الوقت النهار ده الظروف غير الظروف 2008 والنهار ده يعني فات أش عارف أحسابها أكتر من 15 سنة أكيد يعني كويس الظروف اختلفت تماما فمحتاجين نعيد النظر في هذا الموضوع إذا أعيد النظر في هذا الموضوع المشتريين الناس مش هتحسن الوحدة غالية لأن هي كده كده هتدفعها على مهلها أوي أوي وعلى 10 أو 15 أو 20 سنة بيحبوا إيه وما بيحبوش إيه وإيه ناسبهم وإيه مرهق لهم إيه لآخرهم دايما كان شكل التأسيد أهم من ثمن الشقة أولا بالله إزاي هقصت هو ده الأهم هقصت إزاي وعلى كم شهر وعلى كم سنة وكل قد إيه قد إيه وكلام ده بيبقى مهم جدا بالنسبة للناس عشان يزبطوا الكاشل معاهم حقيقة فدي مهمة جدا فهو التمويل العقاري هيحل موضوع التأسيد بالكامل بقى ثمن الوحدة مش هو الأهم خد يبقى لك بقى ساعتها المطور هيخد فلوسه شبه كاش آه ليه؟ لأنه هيخدها أنا بقول تمويل العقاري مش إنه هيخدها كاش يوم وحادتك تشتريها مني لكن هيخدها مع تطور الإنشاء لكن بدل ما أخدها كلها في النهاية وحادتك تشتري في النهاية لأ بتشتري من أول يوم وكل ما بخلص مرحلة التمويل العقاري بيصرف جزء من الفلوس طبعا التلات أطراف سعاداء على فكرة أحد رؤساء شركات التمويل العقاري مؤمن بالله أنا بقوله ده وبيقوله في كل حتة في الإعلام اسمه باستاذ أيمان عبد الحميد أي أقترح عليك لو عايزة تكلمي على الموضوع ده بعمق استضيفيه لا بدي نقطة مهمة جدا وهو مذاكر أحسن مني طبعا ده تخصصه في نقطة تانية بس مش عارف أتكلم فيها قوي اللي هي الفايدة الفايدة مش قليلة بس الفايدة غصبا عن أي عني لازم تكون مربوطة بالتضخم طب هل فيه فكر لتخفيض الفايدة استاذ هشام طلعت مصطفى عمل فلسفة معينة وفكر معين إزاي في التمويل العقاري بالتحديد أعرف أخفض الفايدة بس ده موضوع طويل قوي عشان يعني لو دخلت في تفاصيله ده موضوع يعني هو مع وراني دراسع قد كده بجد يعني ليه حل عمله الحقيقة أنا معرفش هو فكر فيه إزاي ربنا يبارك له لكن حل خاطير هو فكره لا هو راجل عقاري كده كده يعني حياة حياة يعني حاجاتي بكل وقت نقطة مهمة جدا إن التمويل العقاري هيحل أزمة لشباب كتير جدا بيشوف الشقة دلوقتي رقمها بالنسبة له بيتخض لكن هو لو أخذها تمويل العقاري زي ما بيحصل برا في أماكن كتير جدا ولكن البيت ده أنا وأنا هو بيدفعه كل شهر حاجة فده هيبقى بالنسبة له مش هيخلي مش هيشوف الرقم كبير لأنه ساعات أنا عارف إن كمان برا بياخده على عشر سنين وعلى عشرين سنة وبيبقى كمان تمويل العقاري بمدة طويلة جدا وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين سنة فده حديك شايفه حل من الحلول طيب لو روحنا النقطة تانية طيب أكمل حاجة في الحتة دي وعند تلك الموضوع ده شوية إجابته تانية كامل لا تفضل زائد عشان إحنا هنا بنتكلم برضو على البيوت اللي أعلى شوية من متوسط الدخل لكن لو عايزة روح لمتوسط الدخل عشان ما نساهمش إن هما دول الأساس دول الأساس طبعا طبعا هما أهم ناس طبعا الحقيقة اللي بيبنلهم كويس قوي وعمل برامج كويس قوي هي الدولة والدولة عاملة دورها 11 على 10 في الموضوع ده ووزارة الإسكان 10 على 10 بصراحة طب ولو عايزين القطاع الخاص يبنلهم لازم ندور على فكرة لأن الأرض مش رخيصة ولسه قلين على تكلفة الإنشاء إلى آخره ففي أساليب مختلفة إن أقدر أشجع القطاع الخاص إنه يعمل كده على سبيل المثال ده حدي برضو واحدة أصد لو فكرنا هنوصل لحلول على سبيل المثال حضرتك بقى المرة دي الدولة مش المشتري تمام وأنا المطور طيب عايزيني أبني 10,000 وحدة لمتوسط الدخل وبشرط إن 8 الوحدة يكون أي رقم أو 100 100 دي أي حاجة طيب دول مش هكسب فيهم الديني الأرض بسعر مريح إن أنا مكسبش فيها بس الديني جنبها أرض اللي أنا بكسب فيها والديني شوية مزاد فيها يبقى أنا هتكلم هبسطها هخسر هنا لصالح المشتريين اللي كلنا عايزين نبقى في خدمتهم تعيب وعود اللي خسرته هنا في مكسب هنا موضوع very simple ودي حل إحنا إحنا عندنا عندنا عقول محترفة وفهمة ودرسة بس هو طيب شايف إنه ده ممكن يتحقق أو شايف رؤية إن الحقيقة بتقوله ده ممكن يتحقق قريبا ولا لا أنا دايما متفائل جدا وبقى أقولك بأمانة ويعني النهاردة إحنا بنقعد كتير كمطورين مثلا مع معالي الوزير الدكتور عاصم الجزار حيث الراجل بيسمع لنا كويس قوي قوي بيسمع لنا وبيعمل ما يمكن إنه يعمله من اللي إحنا بنقوله اللي هو هيقتنع به أنا بسمع لحضرتك أو بسمع لزملائي في الشركة وفي الآخر هعمل لنا مقتنع به كويس فطبعا في حال بس نكمل الحوار الذي بدأ من وقت التعويم على فكرة وبدأ حوار محترم جدا وتجاوب هو والدكتور عاصم والدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزارة تجاوبوا معنا تماما في طلبات كتيرة تجاوبوا يمكن في حدود 70% منها ودي ثوقت المطورين فنعد ونتكلم وأنا عندي ثقة كاملة عصرح عضرتك قلتها نقطة كده بس هي نقطة مهمة جدا يعني لو النقطة دي هتخلي أمل عند الشاب اللي شايف الشقة دي غالية قوي وأنا عمر ما ممكن يبقى عندي شقة زي دي أو بيت زي ده لو حسن فيه أمل أنه ممكن يمتلك بيت زي ده في يوم من الأيام هيفضل يشتغل وهيفضل يسعى يعني أنت فتحت له أمل كبير جدا فهي فعلا نقطة مهمة وهي فيها خدمة كبيرة أولى المطور ممكن أقولها وهنقفل بقى الموضوع ده عشان أنا زهقتك منه قلوا لا خالص بالعكس ده موضوع مهم جدا المطور وبما نحياتك يعني أنا عارف أن عينك جدا على التطوير العقاري عامة المطور ده مشروعه الموضوع مش توب وأسمنته وشقة وعمارة المشروع ده زي بيبي بيكبر قدام عنايا بس أنا بيدي بشوف إزاي البيبي ده يكبر ويبقى راجل حلو وراجل قوي وراجل لذيذ فمن ساعة ما الواحد بيشوف أرض وبتبقى فكرة ويتخيل إيه اللي هيطلع عليها لحد ما يشوف الناس سكنة برى الأرباح خالص ودي مهمة عشان يعرف يشتغل المشروع اللي بعده تي متعة عاطفية جميلة جدا طب لما حس إن أنا بسكن ناس مش عارفة تسكن هو فيه متعة أكتر من كده تصدف الفلوس على فكرة بنقص مكسر مش عايسه الحمد لله ربنا كرمنا على الآخر وكسبنا كتير قوت الحمد لله الحمد لله طب لما أسعد عشر تلاف أسرة يا دي مش تساوي فلوس ده كفاة دعوة حلو بالدني أنا بقولك أنا كمطور وأنا لا أتكلم على لسان زملائي المطورين اللي كلنا علاقتنا ببعض رائعة على فكرة لكن أنا عارف مخ ناس كتير منهم جدا أحب يعمل دي حتى لو في الآخر محصلة المشروعين كأرباح أقل شوية مرة راح عمل مشروع طبيعي في التجمع لأ أنا أعمل دي أكسب 80% من اللي كنت أكسبه 70% من اللي كنت أكسبه مش مهم بس أسعد عشر تلاف أسرة يا دي يا دي ببلاش دي بفلوس كتير جدا دي طبعا مش ببلاش طيب هنرجع نكمل كلامنا وعايز أتكلم عن رأس الحكمة وعايز أتكلم عن مطورين الجداد الكتير اللي موجودين في السوق ولكن بعض الفاصل نستنونا احنا بنتشرف ان احنا بنبقى عضاء في شركتين من احدى شركات مجموعة فاركو للأدوية والشركتين دول من الشركات الرائدة ولما بنقول رائدة بنقول رائدة في مجال الدواء مش كما بيعاد بس لكن كمان كتصنيع وجود التصنيع واحد أهداف هذه الشركة لمؤسسها دكتور حسن عباس حلمي ان دايما كان يوفر الدواء بمواصفات عالمية وفي نفس الوقت يبقى تبقى سعرها في متناول كافة أفراد الشعب شوفنا الجودة والدكتورة الحمد لله انبهروا بالمستوى اللي موجود عليه اللي وصلت لصلاعة الدواء في مصر خصوصا مجموعة شركات فاركو والشركة الأوروبية الشركة الأوروبية احنا مميزين بمجموعة من الشهادات اللي خدناها احنا مميزين مع الو اتش او سرتفايت الو اتش او عندنا سرتفكيشن من الان فيزا البرازيليان اوثوريتي ودي من أعلى برضو الشهادات اللي موجودة فاركو قدت خدمة للشعب المصري قدت خدمات كتيرة اللي كان خدمة كبرى اللي هي ساعدت في مدرس سيادة الرئيس بتاعة المليون صحة والموادرة بتاعة فيروس سي وفيروس بيو القضاء عليها ما كانش ممكن يحصل قضاء إلا فيه شركاء شركاء في النجاح فهو شركة فاركو كانت من الكبار جدا في الشركاء انا بجولي كامشان انا هنا النهاردة اللي احنا يحسينها بالكلام ده احنا بشتعله انا جاز هضمي وكابت فاحنا بنحس بالكلام ده بنحس في العيني اللي بيجولنا بالعادة قالوا ما بقاش يجي في عيني ضير اسي خالص الأعجات المهمة جدا اللي بنعتني بها احنا كدكاترة او كمرضة في مصر هو سعر الدواء سعر الدواء لما يكون الدواء متصنع في أرض مصرية سواء الخمات او التعبئة او التغليف ومراحل الانتاج المختلفة بيكون فارق كتير جدا عن أسعار الأدوية المستوردة مع المحافظة طبعا على الجودة ان احنا ما فكرنا نعمل الكامبين ده والحملة بتاعية ده كان لازم ان احنا نجيب أكبر دكاترة الجهاز هضمي موجودين في مصر بحيش ان هما يقدروا بنفسهم ييجوا يشوفوا كوالية التصنيع وادي ان احنا بنطلع احدث المنتجات القادر ان هي تنافس احدث المنتجات العالمية بصناعة مصرية مكان في أرض مصر لو جينا اتكلمنا على شركة فارقو وادوية فارقو كان هي اللي شالتنا في وقت زي الكورونا اللي احنا بنصنع الدواء بتاعنا مش مهتمين على سلاس الامداد من برة في وقت زي فيروس سيب كان ودي كانت من انجازات القوية جدا اللي قدرت شركة فارقو تخدم البلد فيها ان هي بيكون الدواء بيتصنع في مصر يكون فارق السعر الرهيب جدا 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 لان هو احنا عندنا الدواء بتاعنا وعندنا المادة بتاعتنا اللي دلوقتي بتصدر لبرة كمان فارقو دايما كانت حريصة انها يتوفر دواء للعيان المصري في نفس الوقت يكون بكواليتي عالية جدا بمعايير عالمية وأوروبية وفي نفس الوقت كسعر مناسب للباشر احنا دلوقتي واقفين قدام مصنع الاوروبية مصنع الاوروبية ده واحد من اكبر مصنع الادوية في شركة الاوتور واخد على شهادة منظمة السحر العالمية وشهادة الاتحاد الاوروبي وشهادة الانفيزة او الامريكا اللاتينية والبرزينية انا كنت وقفة مع المهندس احمد صبور في نقطة مهمة جدا كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن المطورين الجداد دلوقتي بقى فيه اسامي كتير واعلنت في الشوارع كتير قوي واسامي كتير زمان احنا كنا بالنسبة لنا كان فيه مطور اتنين تلاتة اربعة عارفينه وبناصق فيه ومشتري منه دلوقتي الاسامي بقت كتيرة جدا ده يمكن يعمل عند الناس الناس يعني اكيد مش هتبقى مش هتبقى متطمنة او مش هتبقى او شركة دي مين او تاريخة ايه مش عايزة احدد مناطق معينة بعينها لكن فيه مناطق معينة دخل مطورين كتير قوي فيها مالهمش تاريخ كبير والحاجات ما يعني الحاجات لسه وقفة فرأيك ايه في موضوع المطورين الجداد برضو هرجع الورى 15 سنة كانت اكبر مشكلة عند المطورين انه يلاقي ارض جيدة كان فيه رغم ان مصر ارضها واسعة جدا بس ما كانتش الاراضي الدولة مجهزاها ومعداها للبناء فكان المطورين مش لقين اراضي اللي يلاقي ارض ده بيبقى سعيد جدا النهاردة بقت اسهل حاجة ان احنا اللي هي ارض تمام ليه؟ لان الدولة عملت اللي مطلوب منها انها بدأت تنشئ مرافق وخدمات ومدن جديدة تمام الدولة بتنشئ النهاردة 37 مدينة جديدة يعني لما بيقول العاصمة الادارية دي طبعا هي اكبرهم صحيح بس هي واحدة من 37 بس اكبرهم تمام والمنصورات الجديدة والعالمين الجديدة الى اخرهم تمام فبقى الاراضي بقت متاحة اكتر جدا فده لوحده يشجع المطور الشاب انه بقى عنده فرصة اكبر انه هو التطوير العقاري عبارها عن ايه؟ لما يقول كده البدلة دي لازم بقى فيها في قماش عشان تتفصل البدلة تمام في خامة في خامة فبقت الخامة موجودة ده اول حاجة حصلت عشان تشجع المطورين الجدود وهتلاحظي حياتك يمكن نربط سؤالك بان هو بدأ الظهور الكبير جدا للمطورين الجدود مع العاصمة بدأ يمكن بيأكد كلامي ان لما بدأ يبقى في حاجة شكلها حلوة حاجة مشجعة حاجة مغرية فابتدى الناس تروح عليه طيب ظهور مطورين جدود هل دي حاجة صحية جدا؟ جدا هل ظهر منهم ناس كتير ممتازين؟ اه اقدر اقول اسماء كتير اقدر اقول على احمد منصور كرد اقدر اقول على احمد العتال اقدر اقول على عمر بدر دمارك اقدر اقول على احمد مسعود منصات الى اخره كويس ففي مطورين كتير شباب حقيقة بقى خلينا نتكلم بأمانة الجيل الجديد اساسا متعلم احسن من الاجيال اللي قابله ده شيء طبيعي الدراسة كل ما العمر بيعدي والزمن بيعدي الدراسة بيبقى فيه تطور في التعليم في الدراسة ده طبيعي انا اولادي بيكلموني في حاجات بحسن انا راجل جاهل جدا ايه اللي بتكلموني فيه ده؟ يعني مباش الجيل الجديد متعلم كويس جدا تمام فانا معه او سعيد بظهور المطورين الجدد والحقيقة حصل اندماج يعني انصار بين المطورين العواجيس والمطورين الشباب طولش عواجيس بس القدامة القدامة قويس بالعكس انا فخور بسن يعني بالعكس لما حصل هذا الانصهار بينهم فبدأنا نقعد نتعلم من بعد الخبرة بتدي للجدد والجدد بيده ماهما مطلعين عليه اللي احنا ما معرفش نعمله بنفسنا لكن زميلنا في الشغل بيعملوهن لكن لما عود مع صاحب شركة شاب هسمحة منه عشر على عشر فالعلاقة دي صحية جدا وإحنا بنقعد مع بعض مرة كل شهر على فكرة بنقعد مع بعض مش في اجتماع بنقعد مع بعض قاعدة ودي جدا جدا مش ببدل ولا كربطات نضحك ونهزر ونتكلم جدا فده موضوع صحي جدا لكن لكن ونحط ميت إن في مطورين جدد ظهروا ما عندهمش من ما يكفي إنه ينجح مشروعهم دول أنا أخاف عليهم يبقى محتاج إنه كل واحد بيبتدي بمشروعهم عندوش خبرة كافية بعض المطورين عندهم خبرات كافية من أصدقائهم أو من أهاليهم أو 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 وبعضهم ما لقاش اللي يديلوا الخبرة دي ما فيش مانع تتعلمها بس بتدي صغير وكبر بالراحة ما تستعجلش بالراحة الخبرة مع الخبرة مع حجم المشروع دايما كان أبويا الله يرحمه يقول هالي دول زي الراجل ماشي بعكزين لازم يبقوا ماشيين باراليل وقد بعض بالزبط خبرتي قد حجم شغلي لو واحدة فيهم بقت عكز بقى أطول من تاني هيحصل لي إيه هتكابلوا هقع إحنا مش عاوزينهم يتكابلوا ويقعوا بالعكس ده في يوم الأيام ربنا يكرمهم وييجوا يشاركونا في شركتنا ويجوا يشتروا شركتنا ويستحوزوا عليها دي سنة الحياة فبالعكس في ناس كويسة بس بالعقل والسوق حيفالتر نفسه ممكن نقول حاجة زي كده لأنه بقى برضه في ناس هو في ناس دخلت السوق هو مش مطور عقاري أصلا هو جات قدامه الفرصة ممكن نقول فابتدى أنه يعمل حاجة وممكن ما تكملش في النهاية فهي بس لو حابب تقول حاجة أخيرة عن الموضوع ده طبعا الجملة حياتك قلتيها دي ديت البروس لأن الجملة دي بالملي كانت بتتقال في نص التسعينات وكانت أنا وقتها صغير في السن بقى فكنت بسمحها من الناس اللي بتعلمني زي أبوي الله يرحمه زي مثلا أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه برضه رئيس البنك الآلي وغيرهم كنت بقى أروح كده في إيه أبوي وقعد وسطهم أتعلم فكانوا كلهم وقتها في نص التسعينات دخلوا ناس كتير جدا مش دي مهنتهم في التطوير العقائي وصوف ألتر نفسه وقتها كلهم توقعوا كده كلهم توقعوا كده شوية والسوق هيفلتر نفسه فهيفلتر نفسه فالناس تاخد بالها برضه تاخد بالها بتشتري مع مين طيب أنا عايزة روح دلوقتي لراس الحكمة حضرتك من قوائل الناس اللي استثمرت في راس الحكمة منطقة مهمة جدا غاية في الجمال والروعة والطبيعة اللي مش موجودة في أي مكان في الدنيا استثمار ضخم هيحصل فيها ضخم جدا هيبقى عندنا مدينة كبيرة رائعة مشروع مشروع ضخم من أكبر المشاريع اللي هتتعمل دولارات هتخش مصر مليارات الدولارات هتخش مصر عايزة حاجة تقول لي رأي عام أو نظرة عامة للموضوع وبعد كده نبتزي نخش فيه واحدة واحدة عايزة برضو أعرف رأيك في كذا حاجة لما نبقى فيه نظرة بس أقرب شوية بس لكن قولي في الأول عايزة تقول لي عن راس الحكمة ومشروع راس الحكمة والشارقة اللي حصل أولا مدينة راس الحكمة مدينة موقحها وظروفها الطبيعية مميزة جدا رأي الله حلو يا بحر حلو جو حلو إلى آخر ده أولا ثانيا عشان راس الحكمة دي تبقى بالميزات الكتيرة دي لازم نقر أن الدولة عملت حاجات كتيرة عشان تخلي راس الحكمة هنا مش راس الحكمة هنا رغم أن الجميع الأحوال هو موقع كويس اتعمل تجديد كامل لطريق السحل اتعمل طريق ودي النطرون اتعمل طريق الضبعة في محطة نووية ففي كهرباء حضرتك عايزة تقولي أنها ما جاتش صدفة يعني كده تجد بعد شغل وبعد تخطيط وبعد حاجات كتير ومجهود كبيرة طبعا طبعا زمان بقول من 20 سنة تقريبا وده مش من زمان كلنا لما نروح من صيف الساحل بنعاني من نضرة الميا وياما دايما يجايلنا ورقة كده من إدارة الكمباند بكرة من الساعة 12 الظهر للستة بالليل مفيش مية تخزنوا في الجرادل ايه نعمل كده كل ده تخطناه كمان أنشأة مدينة العالمين الجديدة طبعا كمان فيه قطار كهربائي هيوصل راس الحكم المستثمر عشان ييجي مكان ويبقى المكان مغري جدا ليه لازم الموقع يبقى حلو بس لازم الظروف المحيطة بالموقع واللي بتخدم هذا المكان تكون مكتملة وده اللي هحصل فعايز أقول طبعا ما هيش صدفة وطبعا فيه تعب سنين يوصل عملته الدولة عشان نوصل النهاردة وفيه حاجات تانية أنا بدي بعض الأمثلة ده مش كل حاجة عملك يعني عشان نوصل إن رأس الحكمة بقت مكان مغري جدا لأي مستثمر طيب قالت دي اللي اتعامل من وجهة نظري دي الكويس دي الرائع للطرفين وربنا يا رب يكرم الطرفين ويكرم مصر ويكرم الجانب الإماراتي والمكاسب تتضاع في عرب ده خلنا دولار 35 مليار دولار ده هيدخلوا على مدار الشهرين فورا في شهرين طب 35 مليار دولار دول قيمة كبيرة البلاد قيمة كبيرة جدا لو قرنت الأرقام بأي أي انديكيتر زي ما بقول لا ده مبلغ بجد ضخم وبجد مهم جدا للإقصاد كله المصري طب هم 35 مليار دولار بس لا دي 35% من عائد من أرباح المشروع من أرباح المشروع طيب هل هي كده بس؟ لا هي 8 مليون سايح هيخش مصر مصر دخلها السنة اللي فاتت كم مليون سايح كتير وخاصة المنطقة بتاعة الساحل كاتمليانة الساحل الشمالي كاتفي كتير جدا بس مصر كلها دخلها في حدود 15 مليون سايح زي ضوناس حاجة لما 15 مليون يزيد عليهم 8 مليون أي 50% ده رقم خطير يبقى أنا بزود السياحة لأنه هم 8 مليون في السنة اللي يورس لها يبقى أنا بزود السياحة المصري الوافدة إلى مصر بمقدار 50% بمشروع رقم خطير طيب وللأكتر المشروع هيتعمل على أعلى مستوى فهيكون السايح اللي بييجي هو السايح اللي بيصرف مش السايح اللي بيصرف قوليه اللي بنسميه الاول انكلوسف البحر الأحمر نسبة عالية جداً من ساحة وقول انكلوسف فالتمانية مليون حقيقة سايح الجداد عددهم لو قرنتم بالخمستاشر لأهم مش تمانية للخمستاشر ومو تمانية زائد أكس مقابل للخمستاشر لأنه أنا عايز سايح أنا مش عايزه يدفع في القوضة أنا عايزه يدفع في القوضة ويروح مطعم ويشتري ميوه إلى آخره فهيبقى سايح أغنى من السايح الحالي فده أهم طيب المشروع ده هيدفع درائب كتير جداً المشروع ده هشغل عمالة كتير جداً أنا معديش الرقم متأسف نمو يعني بس ذكرتوش قبل ما يجي بس رقم هشغل عمالة كتير جداً طب هشغل أنا عمالة عمل الخرصانة وعمل البنة لا هشغل عمل الخرصانة وعمل البنة وعمل الزراعة وعمل الفندق وعمل النظافة والعامل اللي بيصنع هذه الكوباية اللي هتتحط فأحد البيوت أو القتلات اللي هتنشأ في يوميا عاجل أو هتدور 100 صناعة هتشغل حاجات كتير طبعا هتشغل 100 صناعة طبعا كويس؟ ففي إيه أحلى من هذا المشروع لمصر النهاردة المشروع أعلن عنه يوم الجمعة اللي فاتت من 6 أيام أنا بقعد وسط مجتمع الأعمال بنسبة فوق 99% وأعنيها مش بقوا بالغ الناس في قمة السعادة مجتمع الأعمال مبشوطين ده خير كبير جي المصر طيب هل المطورين العقاريين اللي في مصر هيكون ليهم دور في المشروع ده؟ أتوقع جدا ما توقع معرفش ما عنديش المعلومة أنا توقعي جدا دي مدينة ده مش كومباون بالضبط فالمدينة بيبقى ليها الشركة اللي خادت المشروع ده زي اللي بتسميه المطور العام مطور العام بيخطط المدينة ويوصل المرافق وينشئ بعض المشروعات اللي على مزاجه وينشئ قوتيل هنا وينشئ شوفينج مول هنا وأعتبر هيقرر هيينشئ ايه؟ لكن لا أتوقع أن في المدة لو عايز يخلص في المدة دي أنه مؤكدا أتوقع أنه هيبيع أراضي لمطورين مصريين أو هيشارك معهم على أراضي مع مطورين مصريين لو ده حصل أنا أول واحد هجري على المدينة لسه كون ده سؤالي الجاي طبعا طبعا بكرة الصبح هكون هناك يوم ما يعلن عن طرح أراضي هكون أول واحد واحد في الطبور طبعا عايز تعمل ايه هناك؟ فكر تعمل ايه هناك؟ أما زاكر التخطيط العام كويس وأشوف ظروف وقتها وهيطرح بعد 6 أشهر ولا بعد 3 سنين مع زوف السوق ما عرفش أجاوب المهار طيب العالمين ووجود العالمين هناك دايما الناس تقول ايه إن شاء الله المنطقة دي هتشتغل طول العام السنة كلها المنطقة دي هتبقى شغالة وناس ثانية تقولك استجاوه هناك مش ملائم جوه في الشتاء بيبقى صعب جدا أن المنطقة هناك تشتغل طول السنة شايف ازاي؟ شايف ايه؟ شايف أن العالمين هتشغل المنطقة اللي هناك طول السنة فعلا؟ طيب من كل سنك سألت السؤال ده لأن ده من الميزات اللي أنا ما قلتهاش على مشروع رأس الحكمة ومشروع رأس الحكمة ومشروع العالمين الجديدة طبعا هيشتغلوا طول السنة ليه؟ لأن فيهم جامعات وفيهم مدارس وفيهم مناطق صناعية وإلى آخره فهو ما بقاش مصيف هو بقيت مدينة مكتملة الأركان أو مكتملة الأنشطة فما بين العالمين إلى رأس الحكمة دول هتبقى مدن بتشتغل طول السنة ده مؤكدا طيب ممكن يختلف معاكي ولا لا؟ لا طبعا الدول رأع هناك طول السنة فيما عادة 33 يوم النوات في الساحل أنا عارفهم باليوم طبعا مش حافظهم لكن بصفتي بشتغل هناك نوات الساحل 33 يوم في السنة هو احنا في مصر مش بيقى في القاهرة يعني مش بيقوا ثلاثة يوم وراء بعض فيه مثلا سيول أو في لندن أو في أي مدينة في العالم مش فيه بيجي أيام بيبقى الجو لا يمكن الواحد يخرج من باب البيت مش ناية الكونية هنقفل لندن مش هتقفل بالعكس أنا بطلع أنا عايز نتعامل معاها بجوها زي ما بيتعاملوا برا مع التلج بجوه يعني يبقى حاجة عادية وعادي نتعود عليها وجوها بما أنه على ساحل البحر المتوسط هو جو جميل فيه معدد 33 يوم دول طيب ده لكتير من سياح أوروبا بالذات هيبقى بالنسبة له هتشوفيهم في ديسمبر وفي يناير بنزلوا البحر وانا شفتها في شرم الشيخ قالينا شغل في شرم الشيخ من زمان من حاجة وعشرين سنة فبروح كتير قوي شرم الشيخ وشوفت السياح في ديسمبر ويناير في المياه لأنه بالنسبة له وجاي من روسيا وجاي من روسيا وجاي من سبعة تحت الصفر إلى درجة حرارة 12 مثلاً بالنسبة له دفع جداً ياه فبالعكس هتشتغل طول السنة مؤكداً أنا بطلع ساحل مرة في الشهر طول الشتا عشان أمر على شغل إيان وببقى مش عايز أركع جو رائع دفع لذيذ حتى لو سقعة لطيفة فجو حلو لا يعوق أي حاجة المشروع ده هيفرق معانا بنسبة قد إيه يعني إيه بنسبة قد إيه هيفرق معانا يعني هل المشروع لوحده كافي ولا لازم يبقى فيه إجراءات تانية جنبه تتاخد عشان الاستثمار يبقى أقوى عشان يبقى بيئة أفضل المستثمر المصري جوه مصر نفسه يعني هل فيه حاجات لازم تتاخد إحنا جلنا حاجة كبيرة قوي وحاجة عظيمة جدا هل جنبها لازم يكون فيه إجراءات تانية ولا نكتفي بالمشروع فقط وأنا بأمل أن المشروع ده يكون مقدمة لمشروعات أخرى من النوع ده بالزبط وما يقال فيه وسط مجتمع الأعمال برضو اللي أنا بقعد فيه كتير إن لا مؤكدا فيه حاجات تانية جاي في السنك وبعض الناس تتكلم على معنوات أنا معرفها لكن أأمل جدا إن نبقى فيه مشروع تاني بعشرة مليار دولار ومشروع تالت بخمستار إلى آخره ده حاجة بس خلينا نقول بقى وكل ده حقيقي هيغير ظروف الاقتصادية في مصر تغيير جزري وبقول إن نطمئن على النجاية ونبقى عندنا عندنا يعني رؤية إيجابية جدا للنجاية بس عايزين حاجة الموظف الصغير اللي بيشتغل في الحكومة يبقى عنده ثقافة تشجيع المستثمر الدولة العميقة قيادات الحكومة أنا قلت اسمين من شوية قلت اسم الدكتور عاصم وإلى آخره وفي وزارات مختلفة البيروقراطية طبعا الموظفين الصغيرين الموظفين الصغيرين وأنا مش عارف أجاوب على طب تتعمل إزاي عشان ما تزنقنيش وتسعيني للسؤال ده ما عرفش لكن مؤكدا الدولة العميقة في الموظفين الصغيرين لازم المستثمر ده يتشارع لكفوف الراحة سواء أجنبي أو مصري ده رجل بيستقطع بيغامر بفلوسه بيستقطع من وقته وبيجور على أولاده ده أنا سايب أولادي عشان أستثمر والمصري أهم من الأجنبي لأنه الأجنبي مش هيجي يستثمر في البلد غير لو المستثمر ابن البلد مرتاح حقيقي طيب في أي حاجة حضرتك حالت تقولها قبل ما نختم الحلقة؟ ها حالت تقولين عايز أقول أن أنا عندي ثقة كبيرة جدا في الشباب وثقة دي نبع من حاجة من سنة تسعة وتسعين يبقى من خمسة وعشرين سنة أنا تشرفت أني كنت واحد من مجموعة شباب صغيرين كلهم في أواخل سنهم أواخل العشرينات وأوائل التلاتينات مجموعة اجتمعت مع بعض وقررت أنها عايزة تبص لمستقبل جيد لولدنا ده كان فكرنا وقتها فأنشأنا مع بعض كنا خمستاشر واحد ما يسمى بالجامعية المصرية لشباب الأعمال كل واحد من الخمستاشر واحد دول ثم الجامعية كبرت وقتها وبقى فيها أعضاء كتير كل واحد فيهم النهاردة في حتة كبيرة أيها في البلد أحدهم الدكتور حسن عبدالله اللي كنا نتكلم من شوية الرجل العظيم محافظ البنك المركز ده كان أحد الخمستاشر واحد وهو كان صاحب الفكرة الأصلي على فكرة كويس؟ مهم بس كلنا قعدنا مع بعض قوينا بعض كطموح وأمل وتعلمنا من بعض ومن فكرة بعض لما أععد في اجتماع وسط خمستاشر واحد مش كلهم بتطوير عقاري واحد مقاول واحد بانكر واحد بتاع صناعة واحد بتاع أدوية واحد إلى آخره كويس؟ فلما بنواجه مشكلة بنتعلم من بعض مناهج مختلفة في التفكير زي أتعمل مع المشكلة دي أتعلمنا من بعض ففعلا أثرنا على بعض ولحد النهاردة وقت اللزوم بندور على بعض في النصيح أو في الاستشارات لحد النهاردة كويس؟ فأنا مؤمن أن المستقبل بتاع البلد هو في الشباب في الشباب أتمنى إن إحنا فعلا نشوف إزاي نقف في ظهر الشباب ونقويمه أنا خدت قرار في الشركة دي إن الجيل الفوق الخمسين الخبرة وهو مهمين جداً يرجعوا الوراء شويتين والشباب يتقدم لأداماً 100% لأن أنا كنت مش رئيس كنت كنت العضو منتدب للشركة دي وإنا عندي 30 سنة وقتها يعني كتغريبة على مصر إن شركة مشارك فيها البنك الأهلي يبقى العضو منتدب عنده 30 سنة يبقى الشباب هو أهم حاجة جاي الحاجة التانية اللي عايز أقول عليها هي المشاركات مهمة جداً المشاركات إحنا مش بس بنلم فلوس عشان نعمل حاجة أكبر إحنا بنتعلم من بعض أنا بنك الأهلي وأسرة صبور إحنا شركاء في الشركة دي من 31 سنة بالضبط من 31 سنة لا تتخيالي عظمة البنك الأهلي في إدارة استراتيجيات شركة زي دي وفي دعم الشركة زي شركتنا وفي إنه قد إيه دايماً أنا حاسس إن ظهري محني بوجود البنك الأهلي مهندس أحمد صبور نورتني النهاردة في خلاصة الكلام وأتمنى ده ما يكونش اللقاء الأخير ويكون لنا اللقاءات جاية لأنه أنا حاسة من المواضيع كلها ما خلصتش نورتني النهاردة يا فندم أشكرك جداً مشاهدين خلصة حلقتنا النهاردة شكوا من شاء الله على خير في حلقة جديدة من خلاصة الكلام كنت معاكم أميرة بدر سلام شكراً